واخرجوه حيا عمليات الانقاذ مستمرة لكن فرصة العثور على ناجين تضيق بعد انهيار هذه البناية الواقعة في ضاحية صفار على مشارف العاصمة البنغالية دكا والتي كانت تضم مصانع للملابس وحتى ان كان هناك ناجون هناك خوف من ان يقضوا بسبب جفاف اجسامهم مع درجات الحرارة المرتفعة المسجلة في بنغلاديش هذه الايام رأيت اكثر من 15 شخصا حيا نستطيع انتشالهم اذا قطعنا عددا اكبر من القطبان عدد القتلى تجاوز 320 هذه اسوأ كارثة تضرب قطاع صناعة الملابس في بنغلاديش الشرطة اوقفت اثنين من مالك المصانع التي كانت تأويها البناية اضافة الى زوجة مالك البناية ضغطا عليه لتسليم نفسه كما اوقفت مهندسين يعتقد انهما اقر تصميم البناية التي اضيفت اليها طوار بشكل غير قانوني لكن بالنسبة لكثيرين كهذا الرجل الذي فقد زوجته فان ذلك عزاء صغير ابني يقول ان امه ستعود يوما ما الغضب الشعبي على ظروف العمل في مصانع الملابس البنغلية دخل يومه الرابع الشرطة قالت انها امرت باخلاء الببنى قبيل انهياره بعدما لوحظت شقوق على جدرانه لكن مالك المصانع تجاهل الامر كثير من هذه الورش يزود ماركات عالمية شهيرة لا اغلبها بنفسه عن المصنع المنهار ازدهرت صناعة الملابس في بنغلاديش السنوات الاخيرة لكن هذا الازدهار يترجم عمليا بالنسبة لمئات الالوف في ساعات عمل طويلة وشاقة كل يوم مقابل نحو 40 دولار في الشهر فقط لا غير إليا استملاري بي بي سي